السلام عليكم أعزائي التلاميذ اليوم رح نشوفو درس المفرد والجمع le singulier et le pluriel صفحة 24 عندنا هنا يا النص لِي لتكست اقرأ النص la maison de ماجيد est dans un quartier est dans un grand quartier بيت ماجيد موجود في حي كبير يوجد أيضا ملعب اين غار محطة دي ماجزان متاجر لاحظوا هنا في النص بأنه عندنا اين غار هذه الكلمة رحي au singulier شيء الحاج اللي يدلنا بلي رحي au singulier اين هنا يوجد اين غار أيضا هذه رحي في المفرد لكنها فمينة يعني مؤنثة هنا يا دي ماجزان هذه الكلمة هذي رحي au pluriel الدليل انها au pluriel عندي دي زائد الاس هنا في نهاية الكلمة نروح نشوفوا الجدول التاعنا هنا سنجلier مفرد مفرد pluriel الجمع un stade في المفرد تتحول إلى تتحول إلى بأين بأين اين 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 دي هنا اين تدلنا على المفرد المؤنث هنا يوجد اين تدل على المفرد المذكر وهنا يوجد وهنا يوجد دي تدلنا على موسكي هنا نحط اين نحط هنا اين لأنه موسكي كلمة مؤنثة اين موسكي ايد دي غستوران لاحظوا بلي كلمة غستوران احنا يرى افيك اس مكتوبة بالاس هذا اللي خلينا نمرقوها ب دي دي غستوران الآن رحي نشوفوا القسم ب لي لديالوغ اقرأ الحوار تي هل لديك عنوانه نعم انه يسكن في حي عام روش عندنا هنا جدول ثاني نفس الشي مكتوب هنا عندنا سنجولي مفرد جمع لكن هنا غيرنا مقبل شفنا الان اون الان نحن نشوفوا ل لا ل كارتية لما نحولهم الى الجمع نكتب لكارتية الى الجمع الآن عندنا تمرين هنا هذا التمرين حين نستعملو هذو لزارتكل ديفيني لا ولي ولي نوفوهم في هذه الجملة إكري لا فخص كمبلت اوك لا لي ل دن كارتية هنا عندي كارتية وحين نملقوها ب ل دن لكارتية لأنه كارتية يمو مو مسكولن إليا تو مبعد هذا الفير هنا سپيرت سپيرت مدام راهي كاريمة مو إننا فان حطو أمامها لا لا سپيرت مرشي ل مرشي ل مرشي إي بوتيك هنا يوجد بوتيك avec S مدام راهي عند هالس يعني راهي au pluriel donc جمي ل ل ل بوتيك نعود نقرار كامل لجوم لا دن لكارتية إليا تو ل سپيرت ل ل مرشي بوتيك ننتقل الآن إلى القسم C روكو بلو تابلو بوي كلاس لي مو نقل الجدول ثم صنف الكلمات لي مو دي لامام فامي لاحظوا باللي هنا الكلمة اللي طاوه مننا هذو الكلمات من نفس العائلة كلمات من نفس العائلة مام فامي مو دي لامام فامي كيف نعرفوا كلمة باللي راهي من نفس العائلة مع واحدة أخرى نعطيكم هنا مثال هنا عندي أيضا هذه الكلمة مع هذه عندهم جذع مشترك يعني حروف مشتركة هنا يا كواف هنا أيضا لاحظوا باللي راهي تتكرر كواف نشوفوا مثلا هنا شوفوا هنا جاغديني شوفوا هنا جاغدين أيضا هذه جاغديني مع جاغدينياغ هذه مع هذه عندهم نفس الجذع وين يتغيروا يتغيروا هنا مع السوفيكس هذا السوفيكس حين نشوفوه إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله نبدأ قبل ما نملأ الجدول نعطيكم شرح الكلمة في الأيام القادمة ميتي يعني ميتي يعني ميهن هذه الكلمات اللي شنهم هما أسماء يدلون على المهنة كاين كلمات مسكولين مذكرة وكلمات أو فمينة مؤنثة رايحين نصنفهم في الجدول تانا في الخانة هذي كاين اللي لي يعني الأماكن المكان وين يعمل كل واحد من هذو من هذو لأصحاب الميهن عندنا هنا لسالون دي كوافير لسالون دي كوافير قاعد الحلاقة أو مسكولين يكون عندنا هنا الكلمة الأولى لكوافير لكوافير أو فمينة رايحين نجيبو هذي الكلمة اللحظوا باللي هذي رايح في المؤنث أولا عندها اللي دل عليها ثم هنا كوافير هذي رايح أو فمينة كوافير ننتقلوا الكلمة الثانية هنا محل بيع الحالوية أو مسكولين صاحب المهنة يعني اللي يعمل في محل بيع الحالوية هو وفمينة في المؤنث لاباتيسيار لاباتيسيار وفمينة راح نحطو وفي الآخير نتمنى إن شاء الله هالدرس يكون واضح انتظروني في حل الدرس 26 والدرس 27 في الحلقة القادمة إن شاء الله